موسيقى كانت وجدوا الآن في فعاليات الجنال العلمية والتقنية الجمعية الأفريقية للماء اللي كيترأسها المغرب في شخص سعلي بفاسيك فيري المدير لعام الكهرباء والماء الصالح للشرب كانت مناسبة أخرى باش نزيدوا التدام المغرب القطعي واللا مشروط في استكمال التنمية البشرية في القرى الإفريقية وبخصوص فيما يحص تأهيل بنية التحتية المائية وتأهيل بنية التحتية اللي ننفروها في القرى الإفريقية من أجل توفير الماء الصالح للشرب لكل المواطن الأفريقية لأنه لازل هناك تقريبا 30% من الساكنة الإفريقية لا تتوفر على مورد ماء صالح للشرب لازل فقط 30% من الساكنة الإفريقية أيضا تتوفر على أنظمة التطهير السائل وبتالي لمدة من تدفر الجهود وتوحيد أيضا الجهود من أجل استكمال أشواء التنمية البشرية ووصول إلى أهدف التنمية البشرية في القرى الإفريقية كما تعلمون المغرب يترأس الالتحاد الإفريقي للماء والتطهير هذه الجمعية الإفريقية تضم الدول الإفريقية الشرقية والوسطى وكذلك الغربية هذا اللقاء مهم حتى أول اللقاء جام بعد الرجوع الموفق الحمد لله للمغرب داخل التحاد الإفريقي وكما تعلمون التدخل صاحب جلال ناصر والله جاب منظور جديد بالنسبة للتعاون جنوب جنوب والنجاح للمغرب في هذا القطاع بالنسبة للماء منذ سنوات وخصوصاً الـ 15 سنة الآخرة لإنجازات المهمة مع تعميم تزويد بالمصاح الشوب على الصعيد القروي 100% تزويد على الصعيد الحضاري المرامج الضخمة في ميدان تطهير السائل جميع المدن عندها مشاريع بالنسبة للعمال هذا الميدان الهام اللي كان عنده تأثير سلبي لا على الصحة ولا على الجودة دي المياه على الصعيد لا السدود ولا المياه الجوفية فهذا تجربة هذا نموذج بالنسبة لكي فقلت للسياسات المغرب اليوم على الصعيد الإفريقي نموذج ناجح فالعمل دينا مع هاد الدول وعدة دول تستفيد من الخبرة المغربية لا بالنسبة لإنجاز السودود ولا بالنسبة لتدبير المصاح الشوب وتدبير كذلك المشاريع ديلة تطهير السائل بالنسبة للتمويل هذه النقطة مهمة أغلب تعاون الدولي والأبناء كالبنك الإفريقي والبنك الإسلامي والبنك الأبناء التنموية تعطيل المغرب يمكن نية جديدة للتعاون مع الدول لإنجاز مشاريعهم فلما المكتب الوطني لما استحشهم والكهرباء ينجز مشروع ويقدموا التمويل فتكون والحمد لله ناجح بالنسبة للموارد المالية لهذا المشاريع فأنتم تشوفون جهولات جوالات صاحب جرين صلى الله على الصعيد لا الإفريقية الغربية ولا الإفريقية الجنوبية أعطيت تمرها وعدة طلبات اليوم بالنسبة للمغرب لدعم تحسين هذه الإشكالية للماء الصاحب والشرب والتطير السائل فبالنسبة لنا هذه مناسبة كما رأيتم اليوم لتخديم ما يمكن أن نعمل في الأشهر المقبلة إن شاء الله في نتاق المنظور الجديد لجابية صاحب الجلالة لتحسين التعاون جنوب جنوب وهو الحل الحقيقي باش الأمر تطور على الصعيد الإفريقي ترجمة نانسي قنقر